جذوة الثورة التي اشعلها قتل مهسى اميني يزداد توهجها رغم القمع المفرط واستخدام الرصاص الحي الذي اودى بحياة المئات من شباب ايران الرافض للنظام في طهران قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الايراني امير زادة اقر بمقتل اكثر من 300 متظاهر منذ اندلاع الاحتجاجات في السادس عشر من ايلول الماضي ورغم ان الرقم كبير ورغم ان الضحايا من بينهم اطفال فان زادة يرى ان بقاء النظام اهم حتى ولو كانت اعداد الضحايا اكبر من ذلك ولو اضعاف في تقرير لمنظمة حقوق الانسان الايرانية التي تتخذ من النرويج مقرا لها اكدت ان ما امكن حصره لقتل التظاهرات منذ بداية الانتفاضة الشعبية هو 448 شخصا في 26 محافظة بينهم 60 طفلا وتسع وعشرون امرأة ارقام تم توثيقها من خلال باحثي المنظمة بشهادات عيان او اطباء او وثائق الوفاة ما يعني ان الارقام اكبر بكثير لا سيما ان الجهات الرسمية لا تكتب سبب الوفاة الذي غالبا ما يكون رصاص القوات الامنية ضحايا التظاهرات على يد القوات الامنية والحرس الثوري توزعوا في كل المدن الايرانية ليكتبوا حق التحرر الذي خرجوا من اجله بارواحهم ودمائهم تحرر من نظام لا يرى الا في اراقة الدماء سبيلا للبقاء ويحاول التستر على جرائمه في قمع الانتفاضة الشعبية من خلال التعتيم وسرد روايات كاذبة ورفض التعاون مع لجنة تقص الحقائق الدولية التي صوت لها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ليثبت من جديد بانه نظام قائم على اساس القتل والتدمير والارهاب اشتركوا في القناة